في الناس الله أعيد الدرس الخامس من الدرس الثاني لأنه صار فاتخلل أثناء نقل الفيديو إلى قناة التليجرام فهذه الصفحة بلت تتكرر وإحنا عدنا تمارين مفروض نحلها فما ظهرت التمارين أثناء نقل الفيديو فأعيد إنه إحنا تناولنا العداد الأصلية يسموها كاردنال من عد 1,2,3,4,5,6,8 تعرفونت عندهم ماما الترتيبية لما نأذكر مرتبة الشيء يعني يا مرحلة أنتوا أسب المرحلة الأولى زين؟ نتقلونا إلى المرحلة الثانية الصف الثاني الثالث فهيسموها الترتيبية فإذا عندي 1 بالكاردنال 1 الأول 2 ثانيا 2 وقلنا نختصر 1 يعني أخلي 1 وياها أستي اختصار آخر حرفين 2 صير 2 نخلي العدد الرقم بعدين آخر حرفين من 2 3 صير 3 وياها 2 وإلى آخر هير زين وعدنا بس الـ 5 تنتبهون والـ 8 والـ 9 ونحن تناولها زين خلينا نشوف التمرين ماما هنا مجرد توصيل أتكون draw lines from the numbers to the words أنا طبعا اضطرت يعني إذا عيد الفيديو فمحلول بكتاب لأنه كملت حلة فهو مجرد توصيل draw lines جري خط 1st جرينا خط على first اختصار كلمة first 2nd اختصار منو second 3rd اختصار third 4th اختصار fourth 5th fifth جري التوصيل هذا 13th 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 18th 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 20th 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 العشرون 21st رقم 21 22 23 انتبه أنه أرجع أنه الحادي الثاني الثالث مجرد الحادي والعشرون 20th وخلي hyphen هذه شارحة first 26th 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 زين وخلي هاي الhyphen لازم أكون شارحة بين أتماما المفروض يكون أتكم spelling ماما 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 بهذه الكلمات ملاء زين هو كل المفروض ملاء يعني أنتوا لازم تتعلموها ماما 5 صارت 5th لاحظة أنه E حلفت V قلبت إلى F ونضاف TH 5 صير الخامس 8 8 هذا الكاردنال صير 8 لو لاحظتم أنه هي موجودة أصلا T بالكلمة 8 فمجرد أضيف H سهلة ال9 عندي تبتيه بE أحذف E وأضيف TH 9th 12 مثل 5 زين 12 أحذف E والV صير F وضيف TH 20th كل Y قبلها صحيح تقلب إلى I وضيف E TH 4 4 لكن 40 أيضا بها Y تقلب إلى I وأضيف E TH ماما أحذف أحذف ورقة وقلم بيتكم وتعلمت ها أحذف أحذف واجب زين هاي هنا ST N S T تحلولي هذا التمرين هذا من عندي واجب لكم حلو حلو وحدكم ورا ما تشاكون ورقة وقلم حلو وحدكم راح تقدرون حلو حلو بيتكم وإن أكمل have 31 except February ما عدا شباط شباط February alone with only 28 days clear بالسنة العادية يكون 27 and 29 in each leap year وبل سنة الكبيسة يصبح 29 هم يسموها سنة كبيسة فيها يكون شهر شباط February يصبح 29 فالسنة العادية اللي هي عددها عدد أيامها 365 365 عددها بالأيام العادية بالسنة يعني أكون 365 يوم وبالليب يير رح يزيد يوم اللي رح يصبح شباط 29 فالسنة 366 زي ماما وإذا يأستفد مرة وما قدرت تحفظون هذا الرائم المفروض تحفظون ماما أكو طريقة أنه تخليين إيديتش اثنين عددهم هل قبل كان يعلمون بها الطريقة زين وتبدين تعدين أشهر المفصل هذا المفصل يعني إنه 31 هذا الجزء 30 ما عدا أول اثنين هسهر جانيواري ما قلنا 31 فبروري هذا رح يكون 28 29 ورا مارت 31 ثلاثين ايبرل ثلاثين ماي واحد وثلاثين جون ثلاثين جولاي واحد وثلاثين ورا جولاي شي جي بعو من جولاي عم واحد أغسط ورا عم واحد وثلاثين ثلاثين ستمبر 30 أكتوبر 31 نوفمبر 30 and ديسمبر 31 زي ماما محلول التمرين month وnumber of the days الشهر وعدد أيامه شكرا وهنا نتبهوا مختصرين الأشهر ينب فقط ثلاث حروف وخلي نقطة اختصار ما عدا ماي ما نختصره هو أصلا ثلاث حروف زي ماما إذا تريدين تتعلمين اختصار فمجرد ثلاث حروف من كل شهر فجان جل 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 ثلاثين فبروري فب 28 لكن إذا كبيس 29 مار يعني مار 31 أبرو 30 30 ماي 31 جون 30 جلائ 31 جلائ 31 جلائ 31 جلائ 31 حسنا نحن لسن ونقر برث نقر 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 ونقر نقر أولا هنا لدي الشهر شورت يعني تذكرين زين ذكرين الرقم طبعا هنا أكو خطأ لازم تخلين تي أتش زين واختصار الشهر زين ماما فرا حقرا لسنينج والمفروض تسمعون واتكملون راح أسوي آني أول الثنين اللي هو جاك هنا راح نكتب الاختصار وهنا أشوان نقول نحتي وإحنا جدا بالكلام نخلي ذ والرقم الترتيبي of وبعدين الشهر خلي نشوف نحن الأول واحد ماما جاك's birthday is the 18th of March again جاك's birthday is the 18th of March أكتب رقم 18th وخلي th واختصار March وخلي نقطة زين ردت أكتب هذا أنتو كتابا يكتب في شي زين ردت أكتب زين كتابة أنتقول جاك's birthday is the واكتب 18th of أجيب من عندي وأنزل March كاملة كلاميا أقول هذا الحج ما ألتي لكن كتابة هذا ونشوف نمبر 2 ياسر's birthday إدملاد ياسر is the 21st of November ياسر's birthday is the 21st of November شون نكتب 21st 21st 21 21 زين و لين داي قلي first اختصارها ST زين November اختصارها شنو انو في ثلاثة حروف فقط ونقطة لما اتحدث هذا كتابة تماما لما اتحدث شا اقول غوليسر برث دي إذ ذه منتر كلمين اقول ذه شوانتی فرست آب و شنو جد شهر نوفمبر كميلة تد سارا's birthday is the 22nd of july سارا's birthday is the 22nd of july 22nd اختصر لاندي of july july شوان اختصرها مجرد ثلاثة حروف زین اريد اكتبها ماما شاقول سارا's birthday is the اجيب من عندي the زین اختصر لاندي 20 شارحة حايف نسموها هاي الثلاثة راح اقراهن وانتو تحلوها سايمون's birthday is the 6th of February سايمون's birthday is the 6th of February راح اطيك ياها قاني كتابة انت تفتحيها انو شون اقولها كلابيا 6th february اختصار february شون راح تقولي سوزن's birthday is the 19th of April سوزن's birthday is the 19th of April 19th تي اش April بس لا تحروف نخطا وانتو كلامين شون راح تقولوها رامزي's birthday is the 9th sorry of August رامزي's birthday is the 9th of August 9th سايمون's birthday وانتو كلامين شون راح تقولوها راكت ايد ميلاديش زين تكتبيه بها الطريقة زين وكلاميا شون تقولي فهذا كل وحدة راح ايد ميلادها تكتبه بها الطريقة كتابة ان يكون بها الطريقة كلاميا بها الاسلوب ماما تقولي my birthday is كمبليت the sentence هذا عندي تبرين write words not numbers اريد كلمات وليس ارقام كتابة كاملة on my next birthday في عيد ميلادي القادم زين يعني عن نفسك راح تكتشين بما انه مستقبل احنا جدنا للمستقبل استخدم will وبين انصفه هنا عدا يقولي ساكون ساكون زين فالذكرين I will be شقد راح يكون عمرتش ماما رقم years old شقد عمرتش راح يكون on next birthday my father بابا زين شقد راح يكون عيد ميلاده زين هنا شا خلي ضمير تملك ماما انا يحكي عن نفسي my birthday اذا بابا هو نقول شنو عيد ميلاده ف his on his birthday my father will be جد راح يكون عمر بابا ذكرين رقم زين years old on next birthday my brother لو sister اذا عندش اخ احن تصير his his birthday اذا عندش اخوت her زين ماما ف اذا brother نقول his اذا sister راح يقول her زين will be جد راح تكون و بالاخير years old ذكرين بس رقم كتابة ماما زين ماما هادا كل ما في لسن 5 من unit 2 thank you very much goodbye bye